اهلا وسهلا بكم في قناة بوسي كوروشي هنعمل مع بعض الاسكارفي دي النهاردة سريقة بسيطة وسهلة ممكن نعرض السلسل على كده ونعملها شال طريقتها سهلة وبسيطة ومش بتاخد وقت وغرزتها سهلة قوي من تكرار سطر واحد عملت 55 غرزة سلسلة هزود عليهم اتناشر سلسلة ارتفاع حط ايدي عند الغرزة الاخيرة غرزة السلسلة الاخيرة بعد كده هعمل اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر هسيب الاتناشر سلسلة دولي اللي انا عملتهم واروح عند الغرزة اللي انا حطيت صبية عليها اللي هي الغرزة الاخيرة في الغرزة الخمسة وخمسين سلسلة وهدخل فيها وهعمل غرزة حشو يبقى انا عملت خمسة وخمسين سلسلة بعد كده زودت اتناشر سلسلة واشتغلت في اخر غرزة في الخمسة وخمسين سلسلة عملت فيها غرزة حشو كده دي اول مرة هعمل كده خمس مرات بغرزة حشو هدخل فيه واسحب الخيط كده دي اول مرة هعمل كده خمس مرات هلف الخيط على الابرة و هدخل في نفس المكان واسحب الخيط كده دي تاني مرة هلف الخيط على الابرة و هدخل في نفس المكان واسحب الخيط كده دي تالت مرة هلف الخيط على الابرة و هدخل في نفس المكان واسحب الخيط كده رابع مرة اخر مرة هلف الخيط على الابرة و هدخل في نفس المكان واسحب الخيط كده دي خمس مرة معي هلف الخيط على الابرة و هطلع من الحلقات اللي معي كلها وبعد كده هعمل غرزة سلسلة تكون معيه بالشكل ده كده هسحب برضو الخيط شوية هشتغل في السلسلة اللي انا عملتها الفراغ ده اللي هو فق غرزة البوف اللي انا عملتها وهعمل غرزة بوف كمان هلف الخيط على الابرة وهدخل في الفراغ بداية السلسلة ده وهسحب الخيط خمس مرات برضو كده هدي تاني مرة كده هدي تالت مرة كده هدي رابع مرة كده خمس مرة هلف الخيط على الابرة وهطلع من الحلقات كلها وهعمل سلسلة تكون معيه بالشكل ده كده هروح عندي السلاسل اللي انا عملتها وهسيب سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة وهدخل في السلسلة السادسة وهو أعمل فيها غرزة حشو تكون معيه بالشكل ده كده هعمل تسع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هدخل وهدخل اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي الغرزة السابتة برده هدخل وعمل فيها غرزة حشو وهدخل اللي انا عملته هنا اللي هي غرز البف هرتفع سلسلة هدخل وارفع الخيط من الابراغ شوية هدخل في نفس المكان اللي عملته بينه غرزة الحشو في الثلسلة تحت وهعمل غرزة بف ولف الخيط على الابرة واطلع من الحلقات كلها مع بعض وارتفق غرزة سلسلة بعد كده اشتغل غرزة بف تانية في السلسلة اللي اتوانت اللي انا عملتها نفس اللي انا اشتغلته هنا في غرز البف دي اشتغله هنا في الغرزة دي بردو يبقى هرفع الخيط شوية من الابرة وادخل في السلسلة هنا وهعمل غرزة بف كده اول مرة كده تاني مرة كده ثالث مرة كده رابع مرة كده خامس مرة هلف الخيط على الابرة واطلع من الحلقات كلها مع بعض بعد كده ارتفع سلسلة يكون معي بالشكل ده كده وهروحا دي السلاسل اللي تحت واسيب سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة وفي السلسلة ستتا هدخل وعمل فيها غرزة حشو هبتدي اكرر بردو النفس اللي انا بعمله هعمله هنا ارتفعت تسع سلسلة هرتفع تسع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع تسع واسيب سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة هروح عند السلسلة الستة هدخل فيها وعمل غرزة حشو وهكرر بردو اللي انا بعمله هعمل غرزة بف هرفع الخيط شوية من الابرة وهدخل في نفس المكان اللي عملته منه غرزة الحشو هعمل فيه غرزة بف كده اول مرة كده دي تاني مرة كده تالت مرة رابع مرة كده خامس مرة هلف الخيط على الابرة واطلع من الحلقات كلها مع بعض بعد كده هرتفع غرزة سلسلة هشتغل في غرزة السلسلة دي غرزة بف اتنين تلاتة اربعة خمسة وهلف الخيط على الابرة واطلع من الحلقات كلها مع بعض بعد كده هرتفع سلسلة وبروح عند السلسل اللي تحت وبعد سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة اتنين تلاتة اربعة خمسة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وبأسيب سلسلة اتنين تلاتة اربعة خمسة وبدخل في السلسلة السابسة وبعمل فيها غرزة حشر وبكرر بقى غرز البف وبفت الماشية بنفس الطريقة هكامل لنهاية الدور وارجع له كتين وصلت لنهاية الدور وعملت غرزة بف بعد كده عديت ستة سلسلة من تحت وقفلت بغرزة حشر فراق في السلسلة وقم ستة من تحت هيكون معي بالشكل ده كده بداية الدور بتكون عندي سلاسل ونهاية الدور بتكون عندي وراس بوف همتقل للسطر الثاني وهرتفع اتنشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتنشر وهلف الشوخل هشتغل بنغرز البف هنا هدخل بنغرزة البف وهعمل فيها غرزة حشر وهرتفع غرزة سلسلة وهشتغل هكرر اللي انا كنت بعمله هعمل غرزة بف هنا بنغرز البف هعمل فيها غرزة بف كده اول مرة تاني مرة ثالث مرة ربع مرة خمس مرة هلف الخيط على الابرة واطلع من الحلقات كلهم مع بعض بعد كده هرتفع سلسلة هشتغل غرزة بف في السلسلة زي ما كنت بعمل بالضبط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهلف الخيط واطلع من الحلقات كلها بعد كده هرتفع سلسلة هروح هندد التسع سلاسل اللي كنت بعملهم وهقفل بغرزة حشو هعمل غرزة حشو في وسط في قلبهم هدخل بالشكل ده في قلبهم وهعمل غرزة حشو في قلبهم غرزة حشو وبعد كده هعمل تسع سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهروح بين غرزتين البوف اللي عليهم الدور برضو وهقر اللي انا كنت بعملو هعمل في وسطهم غرزة حشو ادخل وبعد كده هرتفع غرزة سلسلة واعمل غرزة بف بين غرزتين البف واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة هليفت الخيط واطلع من الحلقات كلهم بعد كده هرتفع سلسلة هشتغل في غرزة السلسلة دي هعمل فيها غرزة بف واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة هليفت الخيط واطلع من الحلقات كلها مع بعض كده هعمل غرزة سلسلة هروح عند غرزة التسع سلاسل اللي كنت بعملهم في السطر اللي فات وهقفل وهعمل غرزة حشو في نصهم وبعد كده هعمل تسع غرزة سلسلة اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وهروح بين غرزة البف وهعمل غرزة حشو نفس هكرر بقى كل النفس اللي انا بعمله بعد كده هدفع سلسلة واعمل غرزة بف هنا بين غرزة البف هكمل لاخر السطر بنفس الطريقة وهرجع له كتير وصلت لانهاية السطر وعملت في اخر غرزة غرزة بف وعملت بغرزة السلسلة غرزة بف هروح عند السلاسل الاخيرة اللي هي دي وعمل فيها غرزة حشو كل ما بتكبري كل ما بترتفع بالاسطر كل ما الغرزة بتبين هبتدي اكرر السطر التاني وهارتفع اتنشر سلسلة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتنشر وهلف الشخل نفس اللي كنت بشتغله في السطر التاني هكرره تاني هدخل بين غرز البف وعمل غرزة حشو بعد كده هرتفع سلسلة وعمل غرزة بف في قلبه غرز البف غرزة بسيطة قوي وسهلة وشكلها كمان شيك بعد كده هرتفع سلسلة وادخل في السلسلة وعمل فيها غرزة بف واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة وهروه عند التسعة سلسل اللي كنت بعملهم هو قفل بين بغرزة حشو في وسطهم وبعد كده هرتفع تسعة سلسلة وهروح بين غرز البف هنا وهعمل فيها قفل فيهم غرزة حشو وبعد كده هرتفع سلسلة وقرر نفس اللي كنت بعمله ان انا بعمل غرزة بف بين غرز الحشو وبعد كده برتفع سلسلة وبعمل غرزة بف في السلسلة وبقفل بغرزة حشو في وسط السلاسل التسعة وبعد كده برتفع تسعة سلسلة وأروح عند غرزة بين غرزتين البف وقفل في حشو وبعد كده أكرر لحد ما وصل للحجم اللي أنا عاوزها في الطول نتفقنا ان احنا ممكن نعرضها عن كده العرض ده عملت له خمسة وخمسين غرزة سلسلة وبعد كده عملت الاثنشر سلسلة اللي هم اللي ارتفع اللي في الآخر وفضلت ماشية بنفس الطريقة لحد ما وصلت للطول ده كل ما بتكبري برتفع كل ما بالغرزة بتبين اكتر غرزة شكلها جميل وشيك ولو ينفع التعامل شال بتبقى شكلها جميل في اللبس ولو عملتها سكار في شكلها جميل قوي لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشيروا واشتراك في القناة